في هذا الفيديو نقدم لكم أفضل خمس دول عربية للعيش فيها وفقاً لتصنيف قامت به مؤسسة سيو ويرلد وضم حوالي 171 دولة واعتمد التصنيف على معايير عدة أبرزها الحرية المالية، جودة التعليم، الرعاية الصحية والاستقرار الاقتصادي فمن هي الدول العربية التي حضيت بمراتب متقدمة وما هو تصنيفها العالمي؟ جاءت الجزائر في الترتيب الخامس عربياً و77 عالمياً ورغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلا أن نسبة رضا السكان فيها جاءت مفاجئة وبلغت حوالي 82.17% أما سلطنة عمان فاحتلت المركز الرابع عربياً و66 عالمياً وتشتهر باقتصادها المتطور وانخفاض معدلات البطالة فيها هذا فضلاً عن تميز قطاعها الصحي المتطور وبلغت نسبة رضا السكان حوالي 84.32% وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً و64 عالمياً ووصلت نسبة رضا السكان فيها إلى 84.96% ويتمتع المواطنون في السعودية بمجموعة من الخدمات الاجتماعية مثل التعليم العالي الجودة والرعاية الصحية أما دولة قطر فجاءت في المركز الثاني عربياً و55 عالمياً وتتميز قطر باقتصادها المتطور أما نسبة رضا السكان فملغت حوالي 86.34% ولا عجب إذ أن نسبة الدخل الفردي للمواطن القطري هي الأعلى عالمياً وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربياً وأحدى عشر عالمياً وبلغت نسبة رضا السكان حوالي 94.25% وتتميز الإمارات بالتعليم العالي الجودة الرعاية الصحية المتطورة والاستقرار الاقتصادي والأمني وأنت أخبرنا في التعليقات هل تشعر بالرضا في وطنك أم تفضل العيش في دولة أخرى؟ وأخيراً لا تنسوا أن تشتركوا في القناة